من كميث لمحمد يختار فيه كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أهلا ومرحبا بكم في شرح أحاديث الأربعين النووية ومع الحديث العاشر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم هذا الحديث يجيب على سؤال مهم يشغل بال الكثير من الناس لماذا لا يستجاب الدعاء كثير من الناس يسأل نحن ندعو الله عز وجل فلماذا لا يستجاب دعاؤنا طبعا لا يجوز أن تقول ذلك وأنت لا تعلم هل يستجاب الدعاء أم لا ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبيّن أنه لا يزال يستجاب للعبد الله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يدعو بإث أو قطيعة رحم طول ما أن تبتدع ربنا لا تدعو بإث بمعصية ولا تدعو بقطيعة رحم يعني طول اللهم مأطع بينه بين فلا أو يدعو بإث يدعو أن ربنا يصل الله تعالى أن يسر له أمر فاحشة أو أمر عصي هذا لا يجوز طبعا ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فالله تعالى يستجيب لك تقول لي طب هل يستجيب لي طب ما أنا دعيت ربنا للشهر اللي فات ربنا يرزقني عروسة وعربية وفلا وعمارة وكاني وماني ما جاتش لي لا مش معنى يستجيب لك يعني يعطيك ما أردت الآن ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله تعالى يستجيب للعبد فإما أن يعجل له في الدنيا يعجل لك ما سألت ويعطيك على الفور وإما أن يتدخره له في الآخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا أنت مستفيد على كل حال تدعو الله عز وجل والله تعالى يسمعك ويجيبك ويلبي دعوتك ثم بعد ذلك هو أعلم بما يصلحك وبما ينفعك يعني أنا أسألك سؤال هل كل ما يطلبه منك ولدك حبيبك فلذة كبدك أنت تجيبه كل ما يطلبه أنت تجيبه ابنتك حبيبتك كل ما تطلبه أنت تجيبها طفل الصغير لا يدري مصلحة فأنت تفعله ذلك اللي ابنك بيطلبه أو بنتك بيطلبه إما أن تحجله له في الفور فلك يا بابا هاتلي شوكولاتة شوكولاتة يب 2 جنة أو 3 أجدي ما فيش مشكلة تجيبها له أنت طالع خلصت وليس فيها ضرار أو ليس فيها ضرار كبير أو كذا طيب يا بابا أنا عاوز سيارة أركبها وأمشي بيها كده زيك في الشارع عندك كم سنة أبني ست سنين سبع سنين ما يفعش ولازم أطلع لك رخصة وكذا وتمشي تموت الناس فتؤخر هذا الطلب له لما توصل عندك 18 سنة هطلع لك رخصة واعلمك القيادة واجيب لك سيارة طيب فيه أشياء ما تنفعش تجيبها له خالصا لا ينفع عن تلبيها له لا تصلح له لا الآن ولا بعد ذلك فأنت يعني تربط عليه وترفق به وتبين له أن هذا الشيء لا يصلح له فالله عز وجل أعلم بما يصلحك ويجيبك على كل حال إما أن يعجل لك ما طلبت في الدنيا وإما أن يؤخره للوقت الذي ينفع ينفعك ويصلحك في الدنيا أو في الآخرة ويتدهر لك في الآخرة في الحديث أيضا أن الله عز وجل يأتي بالعبد يوم القيامة ينادي بيقوله تعالى يا عبدي ألم تسألني يوم كذا كذا وكذا فاكر يوم الخميس في شهر جماد التاني الساعة ستة مساء بعد صلاة المغرب أو كذا دعا وتقولت يا رب جوزني وارزقني عروسة كذا حلوة وطيبة وبتاعهم كذا أنا نعم يا رب أنا لم أستجب لك وده يعني لم يتزوج حتى ماد مثلا انظر ماذا أعطيتك بدلا منها في الآخرة أعطي ينظر يلاقي جنة عضو عرض السمات والأرض مليئة بالحور العين وزوجات طيبات وكذا وكذا ماذا يقول العبد يقوله جيب واحد تاني فاكر يا عبدي يوم كذا وكذا لما دعا وتلت يا رب ارزقني سيارة ترحني من المشوير والمواصلات والزحام وكذا وكذا أنا لم أعطيك في هذا الوقت انظر يا عبدي ماذا أعطيتك مكان يلاقي بقى أعطاه يعني فرس بجنحات يطير عليه في الجنة وأعطاه كذا جنة ويسير في شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها يعني شاف ستين عام ولا سبعين عام ما يخطعها فيقوله أعطيتك هذا مكان ذلك ماذا يقول العبد عارف يقوله يقولي ليتك يا رب لم تستجب لي دعاء قط يا ريت يا رب ما كنتش استجبت حاجة خالس يا ريت أخرتني كل الأدعية بالضبط لو واحد مثلا يعني حطت وديعة في البنك حطت وديعة مثلا بميت ألف يقولوله لو سحبت منها ما يبقى لكش أرباح هتنكسر الوديعة منكش يقول لا 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 خلوا الوديعة زي ما هي طمعا في الايه في الربح الكبير ان بعد مثلا عشر سين أو كذا هياخد المية دول ميتين فلا أنا أصبر فأنت تتدخر عند الله عز وجل فالله عز وجل يستجيب دعاءك على كل حال في مسألة استجابة الدعاء عليك أن تدعو الله عز وجل والعبد لا يقول لا يزال الله تعالى يستجيب العبد حتى ينقطع ينقطع عن الدعاء ينقطع متى يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي أنا دعيت كثير ولا يستجاب لي فحينئذن ينحسر وانقطع واترك الايه الدعاء فلا يستجاب له لكن غير كده الله عز وجل يستجيب لعباده أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء واجعلكم قد فالا وقال ربكم دعوني أستجيب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعا طيب لكن إذن لماذا هل لا يستجاب الدعاء بالفعل ولا يقبل من العبد ويدعي فالدعاء مرضوض عليه دعاء عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء عبادة فأنت أولا تدعو الله عز وجل لأنه عبادة ليس المسألة أن يتحقق الآن أو لا يتحقق أنت تلتزم الله تعالى أمرك بالدعاء فأنت تلتزم الدعاء لأنه عبادة لله عز وجل في حد ذاته طيب لكن هل بالفعل هناك موانع لإجابة الدعاء الله تعالى لا يستجيب لهذا الدعاء ولا يقبل هذه العبادة من العبد ويردوا عليه نعم في موانع من الموانع ما يذكره هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صريحا أمر الرسل يأكلوا من الطيبات الحلال ويعملوا الصالحة وأمر المؤمنين بذلك وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم أمرك ألا تأكل إلا الطيب الحلال وتعمل الصالح فإذا لم يأكل من الطيبات وإذا أكل من الحرام ولبس من الحرام شرب من الحرام وغزي جسده غزي جسده بالحرام فلا يستجاب له وقد عصى الله عز وجل وقد خلف أمره وقد يعني يدعو الله عز وجل يطلب منه وهو متلبس بمعصيته عرفت السبب؟ يعني تخيل واحد جاي يطلب أجر العمل بتاعه وهو منقطع طول الأسبوع عن العمل وجاي آخر الأسبوع يقول لها فيدر ذاتب يعني شيء غريب فطيب واحد مخالف وجاي يطلب الأجر إنسان متلبس بالمعصية أكل حرام شرب حرام لابس حرام يقول يا رب أعطني وأزدني وأنعم علي فأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الرجل يطيل السفر يطيل السفر يعني في الجهاد في سبيل الله وكذا أشعز أغبر من الجهاد في سبيل الله يمد يديه إلى السبب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام لأن فلوسه كلها حرام وغذي بالحرام جسده ده نبت من حرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسد نبت من سح ناس الله العافية فالنار أولى به فأنا يستجاب له يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب أن يستجاب يعني كيف يستجاب استجاب لي الزيت فأنا يستجاب له أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة إذا أردت أن يستجيب الله تعالى دعوتك وأن يقبل عبادتك الدعاء عبادة فالعبادة لكي يقبله الله عز وجل والدعاء لكي يقبله الله عز وجل أطب مطعمك اجعل طعامك من حلال ورزقك من حلال ولبسك من حلال النفق التي تنفق على عيالك من حلال كثير من الناس لا يبالي لا يبالي الأسباب التي يحصل منها المال والتي يحصل منها الرزق من حلال أو حرام لماذا لما تلاقي واحد مرتشي وعمال يهلب ويجمع الرشوة نسمع قضايا الرشوة بالملايين وبالألفات ليه عم يقولك عايز أأمن مستقبل عيالي تأمن مستقبل عيالك الزيت هو ربنا أصلاً هيستجب لك ولا المال ده ينفعك ولا ربنا يرضي عنك من اللي هيأمن لك مستقبل عيالك الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً يعني ربنا يقولك أنت خايف على عيالك طيب لو خايف على عيالك اتقل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم خايفين عليهم يعملوا إيه قال لك فليتقوا الله اتقل الله تعالى في الرزق اللي يقولون فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً صلاح الآباء هو الذي يحفظ الأبناء فتذكرون القصة في صورة الكهف والخضر لما بنى الجدار تحته كنز لهم وكان أبوهما صالح صالح فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه الجدار دوت كان فيه تحت كنز أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فإذا أردت رزق عيالك وأن تحفظ عيالك فاحفظ الله تعالى واحفظ حدوده ومحارمة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حفظ حدوده والتزام بأوامره ونواهيه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تحيات الوجود محمد في ابتداء